اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولئك الذين لغتهم هي لغة الانتقام فهذه الليلة لنحدثكم عن تقارير حول المدعو عبد الرحمن ايد براهيم وهو ضابط شرطة والشرطة براء منه يشتغل في مفوضية جليميم المحتل وهو المسؤول عن عملية الانتقام ضد الوصفة الصغيرة في جليميم وهو المسؤول عن الزج بأخي الأصغار في السجن بظلما وعدوانا واللي بسبب هذه العملية الانتقامية حكم عليه بسنة سجنا ونصف نافذة واللي أدت بعد ذلك إلى أنه حتى الوالدة صابت بارتفاع في الضغط الدموي لدرجة 22 وتم نقلها إلى المستشفى والحمد لله يعني تعافت وتتعافى اليوم يوما بعد يوم بعد هاي الوعكة الصحية الخطيرة جدا اللي أصابتها بسبب هاي عملية الانتقام ونحن يعني بهذه المناسبة نشكر مصادرنا اللي الحمد لله يعني يقدمون المعلومة ولا ينتقمون ولا يقدمون يعني أي شيء هكذا فقط من أجل أن يصفوا الحسابات مع أي أحد نحن نريد نحن نقدم المعلومة ونحن عارفين بأنه في هذه الزريبة يعني لن يتم هذا عبد الرحمن أيت إبراهيم الدكتاتور الفاسد المجرم اللي موجود في مفوضية الشرطة في قليمين من المحتل نحن عارفين بأنه لن يحاسب ولم يحاسب على كل زلاته ولكن اليوم سنفضحه باشي عود معروف عند الجميع ونقوله لإدارة الحموشي اللي يعني حتى هي تحمي المجرمين وتطلق يدهم في تلك الزريبة على أنه إحنا رأنا بالمرصاد لكل من يتطاول على القانون وكل من يستعمل النفوذ من أجل القيام بأعمال غير قانونية لها أعمال غير قانونية تكبط إنسان وتزور له محضر وترسله للحبس لأنه أخي الأصغر وتزور المحاضر وترسله للحبس وتنتقم منه وتنتقم من هذه الأسرة كاملة فقط لأنني عندي مواقف من الصحراء الغربية أنا نكررها لك ونكررها لك لمرة المليون أنا أفتخر بانتمائي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لعذا سينفعك بشيء إذا كان لا ينفعك بشيء والله يخليك في منصبك والله يطلعك في منصب آخر أنا نكررها لك لمرة المليون ولكن من واجبنا ونحن نمارس هذه المهنة النبيلة أن نفضح أمثالك وأمثال أمثالك من أولئك الذين يستعملون مناصبهم من أجل الوصول إلى شيء لا يستحقونه قبل أن نتحدث عن موضوعنا الليلة نشوفوا كان هناك بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية مرحبا وسهلا والله بكم جميعا فعلا ما فيها باسم وليك ذلك أنت وغيرك يعني يخضروا عينهم ببلاغات وزارة الدفاع الصحراوية لأننا احنا أمننا في الله سبحانه وتعالى وفي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجيش التحرير الشعبي الصحراوي الليلة يطلع أمثالك وأمثال أمثالك من تلك الأرض الطاهرة التي تدنست منذ أن حللتم بها إذن يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية ولا تنسوا مشاركة الرابط من فضلكم إذن يقول البلاغ 573 الذي صدر هذا المساء بأن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي لأماجد نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ويشير البلاغ 573 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات من جيش الباسل استهدفت قوات العدو المغربية اليوم الجمعة مرحبا سهلا لأخ أحمد بأخصاف عنيفة ومركزة حيث ركزت هجماتها على منطقتين برايكت ديرت وإنقاب العبد وكانت مفارس متقدمة من ضراغ مجيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة الاثنين من يونيو الفين واثنين وعشرين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق العقد وغويرت والدبلان هذه الهجمات يشير بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية أنها خلفت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعر إذن كما قلت لكم هذه الليلة سنتحدث عن تقرير مضحك مضحك ومبكي مضحك لأنه يبين حقيقة تلك الزريبة والمسؤولين الموجود فيها ومبكي لأنه نرى الحالة الذي وصلت إليه ما تسمى بالشرطة التي تسمى في الزريبة الأمن الوطني يعني الإنسان لما يشوف سيارات ما يسمى بالأمن في المغرب هل يقول الله الحمد لله أنه جاء الأمن لا يقول لك رأي جاء الخوف جاء الخوف جاء الفساد جاء الدكتاتورية جاء الإجرام شكرا الأخي شام معنى على أن هؤلاء الدكتاتوريون في الزريبة يسيئون إلى ما يسمى بدولة المؤسسات هم نفسهم يعني أنفسهم يعني يؤكدون لنا بأن نتحدث عن الزريبة وأنه لا وجود لشيء قاله القانون لأن هذا عبد الرحمن أيت مراهيم اللي هو ضابط شرطة في مدينة قليمي من المحتل مكانه السجن مكانه السجن مكانه الحبس خاصة كون في الحبس مذالوا سابق هاي الفترة ولكن في الزريبة طبعا كل من يبزنز مع البزنازة وصلناها تكميعني أدلة والحجر إذن تقرير مهم جدا حتى لا أخذ كثيرا من وقتكم يقول هذا التقرير أنه منذ وصول هذا عبد الرحمن أيت الحاج عفوا عبد الرحمن أيت براهيم وذكر يعني الناس اللي التحقوا بين اللحظة لأنه نحن نتحدث عن ضابط الشرطة اللي انتقم من أخي الأصغر وانتقم من الوالدة وهو اللي كان يعني يرسل فرقه باشيهين والوالدة ويتعداوا على حرمتها في المنزل في مدينة قليميم المحتل أنه هذا عبد الرحمن أيت براهيم وصل إلى قليميم كشرطي يعني كرجل آمل بسيط جدا في فرقة التدخل السريع ويشتغل حاليا بفرقة الشيكات أو فرقة المكلفة بالشيكات لدى الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإقليميم المحتل لما نقول فرقة الشيكات هذه مختصة فقط في اعتقال أصحاب الشيكات بدون رصيد ولذلك لا أستبعد أنه مؤخرا أثرنا قضية شيك دفعه أحد المفسدين اللي كان يشتغل مع عراب الفساد عبد وهاب الفقيه بنا حياته واللي كان يعني شيك موضوع ضمان عند آل بعيدة وأن آل بعيدة مؤخرا دفعوه للمحكمة وهذا الشخص يعني لم يعتقل هذا الشخص طلب منه الحضور إلى النياب العام وقال له يسير يسير يجيب شي فليسات يجيب الفليسات وخلص هذا الشيك وكذا في الوقت اللي الناس اللي عندهم شيكات بدون رصيد ما يتكلم مع عام يعتقلهم يدوم الحبس وبعد ذلك يقول له يسير خلص ويلين يخلص يكي يزيز عند النياب العام يكي تطلق صراحة لكن الزريبة هي لا زريبة هي راهي لا زريبة يعني ستشاهدون الزريبة قدامكم يعني مجسمة ومجسدة الزريبة ستشاهدونها بالحجج والوقاع والأدلة واللي قال العكس نقول له عليك الأحداث هذا عبد الرحمن أيت إبراهيم الدكتاتور ضابط شرطة الدكتاتور له سجل حافل في السرقة 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 هو اللي اعتقل الإسرائيليك هو نفسه خاص يعتقل على السرقة ولا أقول لكم منين بعد ذلك منين هي السرقة والتعذيب معذب طبعا بوليسي بوليسي في الزريبة خاص يقعد معذب خاص يقعد ما هو ولد الناس خاص يقعد سادي خاص يقعد ينتقم من الناس وأكبر دليل هي قضية الشهيد إبراهيم سيكا رحمة الله عليه معروف بالابتزاز يعني هاو الناس اللي يحاكموا في الابتزاز ولا يرسلوه هو باش يعتقلهم على الابتزاز هو نفسه خاص يعتقل على الابتزاز والشطط في استعمال السلطة وأكبر دليل هو القيامه باعتقال أخي الأصغر بتهمة مفبركة وإرساله للسجن لمدة سنة ونصف وهناك قضية أخرى حتى هي ما زالت رائجة قدام محكمة الزريبة محكمة الزريبة فليست محكمة محكمة كما هي متعارفة عليها في العالم هذا عبد الرحمن أيت براهيم يقول التقرير أنه سبق وأن تغرط فيه في عملية اختطاف عملية اختطاف بوليسي يختطف قد شفتوها ها ولا ما شفتوها أراكم تشوفها في الزريبة بوليسي يختطف بوليسي يختطف بسيارة وذيك اللي معدلها يعني جاج فيما سبق وأن تورط في عملية اختطاف وتعذيب المواطن الصحراوي الموقوف حينها الحسين بوحلاسة سنة 2014 أثناء تواجده بفرقة مكافحة المخدرات يعني كان هذا الضابط هذا الضابط الشرطة عبد الرحمن أيت براهيم كان أن ذاك يشتغل بفرقة مكافحة المخدرات طبعا ولكن بعد تسمعوه مع علاقته بالمخدرات والبزناس هي رأي الله الزريبة مرحبا سألها محمد ولده براهيم هي رأي الله الزريبة حاميها حراميها إلا ما قدت سمعته حاميها حراميها فهي حاميها حراميها في الزريبة كان يشتغل أن ذاك بفرقة مكافحة المخدرات التي ترأسها ضابط الشرطة المدعو حسن الرئيس كان يشتغل تحت إمرض حسن الرئيس يعني اختطف وعذب المواطن الصحراوي الحسين بوحلاسة سنة 2014 وعرضه للكيب السجائر والتعذيب الذي أدى إلى إحداث ثقب بإحداث أذنيه نتيجة الصفعة شوفوا هذا السادي هذا شوفوا هذا المجرم هذا شوفوا هذا المجرم قالوا لطويل مستاجوم شيب شوفوا هذا السادي شوفوا هذا المجرم هذا شوفوا هذا المجرم اللي يسل الأبرياء هكذا ظلما وعدوانا إلا السجن مما دفع عائلته لتقديم شكاية للنيابة العامة اللي هو الحسين بوحلاسة والمطالبة بفتح تحقيق في ظروف التعذيب الذي طال ابنها حيث قامت الشرطة باستخراج شهادة طبية مضللة الشرطة في الزريباء تصدر أو تستخرج شواهد طبية مزورة هاي الشرطة اللي تقولكم بأنه يعني أحترم القانون وعليكم بالقانون هي نفسها تخرق القانون هي نفسها اللي مرقت شهادة طبية للحسين بوحلاسة مضللة تحدد أنه يعاني من نزلة برد قال لكم بأنه خابطوا البرد يعني مسيكين خابطوا البرد هو أخططف من طرف هذا العبد الرحمن أي تبراهيم واخططف وعذب وكواه بالقار يعني كواه في كرشو بالقار وبعد ذلك قال لك بأنه يعني أصيب بنزلة برد أي أنت قال لك أثناء أثناء إخضاعه للحراسة النظرية أي لما كان يعني لما كان يعني في الحراسة النظرية خابطوا البرد مسيكين وهو ما دفع أهلي الطعن في نتيجتها يعني الأسرة طعنت في هاي النتيجة طعنت في هذه النتيجة مما دفع عائلته إلى تقديم شكاية لنياب العامة ومطالبة بفتح تحقيق في ظروف التعذيب الذي طال ابنها حيث قامت الشرطة باستخراج شهادة طبية مضللة تحدد أنه يعاني من نزلة برد أذناء إخضاعه للحراسة النظرية وهو ما دفع عليه الطعن في نتيجتها والمطالبة بإجراء خبرة مضادة طالبت بخبرة مضادة منين في المستشفى العسكري الخامس لقليميم المحتل أن ذاك النياب العامة أمرت عناصر درك بنقل الضحية لأنه هو معتقل من طرف البوليس ومعذب من طرف البوليس من طرف عبد الرحمن أيت إبراهيم هذا ضابط الشرطة حاشعوا ضابط الشرطة هذا ضابط التعذيب وضابط التبازنيز وضابط الحشيش وضابط المصايب الكحلة كاملة سنرى في هذا التقليل أمرت النياب العامة بإحالتها على الدرك باش الدرك هو اللي يعني ينقل المعتقل الضحية إلى مستشفى العسكري من أجل إزراء الخبرة الطبية وتمت فعلا الخبرة الطبية تحت نظر طبيب عسكري من رطبة كورونا الذي أكد أنه آش أنه المعتقل مصاب بنزلة برد أنه الشخص مصاب بنزلة برد لا قال لهم بأن هذا المعتقل تعرض للكي بعقاب السجار يعني كان يطفي فيه القار وهذا عبد الرحمن إيطبراهيم هذا اللي مكانه السجن هذا الإنسان السادي الدكتاتوري الفاسد هذا الذي يسئه للبوليس لمهنة إن قالها للبوليس إن قالها الشرطة كان يعني يكوي هذا الشخص بأعقاب السجار هو يعاني من ثقب على مستوى الأذن من نتيجة الصفع يعني الصفيق طبعا هم يعني عادي يديك لكم سارية عند الفيق اللي يبغى وآثار رفس رفس يعني بالحذاء على مستوى الكتف إلى جانب آثار عنف وضرب بمختلف أنحاء الجسم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام برد فيه غدايدهم هذا عبد الرحمن إيطبراهيم هذا ضابط شرطة ديكتاتور الفاسد برد غدايده في الحسين بوحلاسة يعني أثناء تواجهتي تحت تدابير حراسة النظرية المحددة في 72 ساعة أي أن هذا الطبيب الكوروني في المستشفى العسكري الخامس القليمي قال بأن هذا الشخص لمدة ثلاثة أيام هو ينكو بالقارو وينصفق ويردس ووذنه يعني هردته هكذا وكل يعني ما يخطر على بلكم من تعذيب رغم ذلك رغم ذلك يعني رغم هذا الشيكامل في الزريبة رغم هذا حقق لأنه يقول لك عند الشيكامل عند النيابة العامة أو تقدم للنيابة العامة أو حاكم فلان تحاكمه فيه منين في الزريبة تحاكمه في الزريبة على هذا البوليسي هذا الضابط شرطة هذا عبد الرحمن لأيت برايين تحياتي ريف ريف تحياتي للريف أخيرت للكاترونية مرحبا وسهلا محمد بشير مرحبا وسهلا أحمد سلامة مرحبا وسهلا حفظ الله محمد مرحبا وسهلا يقول لك عدل شكاية عندنا شكاية منين شكاية في السويد في النرويج شكاية في الزريبة أولو كان هذا أصلا هذا ضابط الشرطة ما أعرف رأسو بأنه عايش في الزريبة ليعاذب الناس يكويهم بالقارو يخبطهم منين يهردهم هذا أذنهم ولكن عارف رأسو بأنه يشتغل في الزريبة لن يحاسب إذن رغم ذلك تمت إدانة الضحية اللي هو هذا 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 عبد الرحمن أيت براهيم بعقوبة حبسية لمدة سنة سجن نافذا قبل الضحية عفوا يعني أضين البحلسة الحسين بسيكين يعني رغم ذلك رغم هذا الشيكام رغم التعذيب والأخططاف والكي وكذا ودين المسيكين يجي واحد يقول لي القاضاء كيسو انت القاضاء كيسو انت القاضاء سيتسكن فيه انت إلا عاد هناك قاضاء في الزريبة لما يعود قاضي وسط الجلسة يقول يقول الأخ الأصغر يقول له يا وأنت أخوك يهاجمنا كل نهار منين يعود قاضي ما يحشم ما يستحيي على المهنة اللي يمارس ما يستحيي من البذل اللي يلبس ما يستحيي من الشعار اللي مكتوب فوق راسه العدل قال لك عدل لاش بأي ذنب انتو حاكم انت شخص على آراء أخوه والله آراءي أنا تلزمني أنا آراءي تلزمني أنا ما تلزم حد ثاني لا تزير وزيرة وزراء واخرى ما يدخل معاك انت حد للأقبار أنت تتحمل نتائج قراراتك وانت تحمل نتائج كلامي وانت تتحمل كذلك النتائج المهنة اللي انت فيها لكن باش تحاكم شخص هو مقبوه ومصور له المحاضة وتقول له لي انك خوف لان هي وصف ايه وقول خوف لان وقول هذك الشعب المغربي كامل يعرف هذا الشخص اللي كان يتخربوا يوت المغاربة وقول هل هذاك صاحب الدجاجتك انتقع الكبير اللي كان يتفرج في التلفازة ولي كان يتفرج في النشارات الإخبارية يقول له حتى انت وهذاك حتى احترى نحاكمك لأنك تتفرج في فلان أو تعريف في فلان انا رأي ومواقفي تلزمني وحدي اذا حكي مع الحسين بوحلاسة مسيكين بسنة سجنة نافذة وهو الذي اختطف وعذب وانكوة بالقارو وانهردت وذنه ولا خالق شي ما وعدله من التعذيب من طرف هذا ضابط الشرطة عبد الرحمن يتبراهيم قبل ان تطلع عن منظمات الحقوقية غراني يملي نوعدك ان شاء الله الرحمن الرحيم نوعدك في المنظمات الحقوقية نوعدك بيها ان شاء الله الرحمن الرحيم ما دمت قد اخترت هذه المعادلة الصعبة التي دخلت على الخط في وقت كان النظام المخزني بصدر تنظيم الدورة الثانية لمنتدى العالمي لحق الإنسان ممراكش في الفترة ما بين 27 و 31 و 11 و 2014 الذي قدم في افتتاحها وزير العدل ووزير العدل مصطفى الرميد رسالة وجهه ولك المغرب إلى المشاركين صاحب وطالب عدد من المسؤولين بحضور الضحية المعتقل بعد تمتعه بالبراءة في مرحلة الاستيناف من أجل الحضور لهذا المنتدى بمراكش لإبراز صرامة النظام المخزني مع المسؤولين وفرض احترام حقوق الإنسان لكنه رفض التمثيل والمشاركة في هذه المسرحية أي أن الحسين بوحلاسة قالوا لو أشوف تعالى شارك معنا في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وتعالى تكلم عن راسك وتكلم عن قضيتك ونقول عنه أنه يعني أنت رغم ذلك ظلمت في هذه الزريبة ولكن يعني هناك حقوق الإنسان وتعالى قدم يعني شارك معهم في مصرحيتهم لكنه رفض أن يشارك في هذه المصرحية بعد لفرج عن بحوالي سنة تقريبا تم اعتقاله من طرف نفس رئيس الفرقة المدعو حسن الرئيس يعني الحسين بوحلاسة تم لفرج عنه وبعد سنة اعتقاله المدعو حسن الرئيس ولما قلت لكم يعني اعتقاله هذا حسن الرئيس لأن هؤلاء المجرمين هؤلاء المجرمين هؤلاء المجرمين هؤلاء الدكتاتورين هؤلاء الساديين الذين يسئون لشين قالوا البوليس عندهم شين قالوا الانتقام في راسهم يعني ما ينساوا حد بنسبالهم حد فضح سلوكاتهم ما ينساوا فش عدلوا الحسين بوحلاسة ما كفاهم على انهم كواه بالقار وعذبه وهردل ووذنه ولا خالق شي ما عدلوه له ما كفاهم هذا الشي خلاه ينكمل يعني الحبس ومرق من الحبس وعدلوله قصة اخرى هي هذه يعني بعد اللي فرج عن بحوالي سنة تقريبا تم اعتقاله من طرف هذا حسن الرئيس اللي هو رئيس انا ذاك رئيس هذا عبد الرحمن ايت ابراهيم مرحبا بالسلامة محمود محمود الذي انتقل بعد توقفه الشكري ادارية لمدة تسعين يوما يعني دعمنا واحدة مصرحية قالوا اه وثبت شوي من المسئولية لمسئولية حسن الرئيس تعالوا نوقفوه يعني نوقفوه شوي يعني نوقفوه توقف شكلي اه الديمقراطية دولة الحق والقانون دولة الحق والقانون دولة الزريبة يعني نوقفوه شوي اداريا عنده ثلث شهر يعني توقيف وبعد ذلك ننقله من فرقة المخذرات الى فرقة الصريقة والشعب يكون لخالفهم ويقول الله يتبارك الادولة الحق والقانون الله ينصر سيدنا تكلموا مع الله انتم ما باش ينصر الدكتاتوريين الفسدة باش تعرفوا روزكم بانكم رقم غالطين انت تطلبوا والله اللي عارف سلائركم وعارفه شلي ينتظركم وعارفك شلي تحاسبوا باش شلي تحاسبوا تطلبوه ينصر شكون ينصر دكتاتوري لانه لو كان هذا ما هو دكتاتوري ما يعد عندكم كل هذه السلوكات نقله يعني عدلوا لهذا حسن رئيس رئيس الفرقة من فرقة المخذرات الى فرقة الصريقة حيث تم تدبير ملف محكم للسلقة المزعومة للحسين بوحلاسة واعتقاله وحجز سيارته وإدانته بخمس سنوات سجن النافذة يعني يعطاه خمس عيمان تصوروا خمس عيمان ورغم تبريئته من معتقلين آخرين بذلك اللي كانوا يعني اللي معاه الذين اعترفوا بارتكابهما لفعل السرقة يعني تصوروا وحدين اعترفوا يتصوروا وحدين اعترفوا على أساس أنهم بهم المسؤولة عن السرقة ورغب ذلك هذا الحسين بوحلاسة أو بوحلس يعني قدوا تنطق بوحلس دون أن يكون معهما وأودينوا بعقوبة مخففة من 18 شهر وإلى عشرة أشهر من معاكس النية المبيتة الانتقام اللي كان يتربس به منذ الافراج عنه لرد الاعتبار لمن؟ للجلادين لأنه المخسن خص الجلادين هم اللي ينتصروا الجلادين هم اللي ينتصروا صحاب الحق ما عندهم حق وصحاب الحق لا مكان لهم في الزريبة لكن اللي ينتصروا هو الجلاد لأنه عنده كل شيء عنده كل شيء موضوع تحت أماراته نعود هذا عبد الرحمن أيت براهيم مغامراته لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد حيث تورط في عملية المعسل نعم 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 حيث slim بوليسي في الزريبة يبيع الحشيش يبيع الحشيش هو يبيع الحشيش يحارب الحشيش ويبيع الحشيش غريبة هذي لا ما هي غريبة لا شيء غريب وزريبة يقباض الحشيش تصوروا يقباض الحشيش ويبيع الحشيش هاي القضية اللي ينقولكم المعسل يقباض المعسل وباع المعسل وذو كل يقباضهم يعني عندهم المعسل حكموا لأنهم جايبين المعسل وهو أقباض شيء من المعسل وباعوا هاي هاي عادي جدا هالشي في الزريبة لا تضحك عادي جدا هذا هو الوضع الطبيعي في الزريبة الزريبة هي هذي اللي بغاها يعني بشكل آخر يكذب علي نفسه اللي بغاها دولة الحق والقانون والمؤسسات يكذب علي نفسه يضحك علي نفسه قد جبرت ببوليسي يقبض الحشيش ويبيع الحشيش في الدول الديمقراطية كانوا عند شيء بوليسي يقبض الحشيش ويبيع الحشيش رئيس فرقة مكافحة المخذلات يقبض الحشيش ويبيع الحشيش رئيس فرقة محاربة الصريقة اعد القصة بشير سلوحد الحبس خمس عمام هذي بشير تفهموها كيف تفهموه هؤلاء اللي فهمها أنا معكم أصلا كيف رئيس فرقة مكافحة الصريقة اعد الملف للصريقة بشير سلوحد الحبس يالله واش رح انت والله منع والله اكتب هالمنظمات والله بشير يبقى ويضحك على هاي الزريب اللي مع لا بواب لها يعني هاي الزريب اللي مع عندها لا بواب ولا عندها ولا معك عمني نجيس اذن المغامرات هذا عبد الرحمن اليد ابراهيم انتورط يعني واحدة من المغامرات وتورط في اسمه في عملية المعسل المهرب اللي تم حجزه اثناء مداهمة احد المنازل بوشاية لأحد المجندين يعني ذوك البرقاكتوم ذوك البرقاكتوم اللي يخدموا معاه وشاية بأحد المنازل قالوا انه فيه يعني المعسل موجود فيه المعسل وهذا البرقاك يخدم تحت امرة من عبد الرحمن ايتبراهيم هذا هذا الشخص اللي مسؤول عن فبركات المحضر اللي يرسل به الاخ الى السجن لمدة سنة ونصف راهوا في السجن ابو زكاد واليوم راهوا مضرب عن الطعام حيث اعتقل على اثرها شخصان يعني قابضوا شخصي مرحبوا وسلم حمود القراشي قابضوا شخصي وصادروا كمية من المعسل دون ماذا؟ دون تدوينه في المحضر غريبة هذي البرقاك خدم معهم الشكام خدم معهم خدم مع عبد الرحمن ايتبراهيم وهو اللي يشأ بالوجود المعسل في احد المنازل في قليمين المحتل ومنين شاوه اعتقلوا شخصين ومعهم المعسل لم يدوينوا المعسل فلو محضر انفان باش تسموها ش تسموها بالله عليكم ش تسموها دون تدوينه في محاضر رسمية ونقله الى مصلحة المحشوزات يعني مشاوه ادوه مصلحات المحشوزات ولم يسجلوه في المحاضر هذي مصلحات الحجوزات في المحكمة الابتدائية محكمة محكمة طبعا محكمة ما شاء الله المحكمة المحكمة والبوليس والدرك والملك والوزير ورئيس الحكومة ورئيس حكومة ومشاء الله ازدريبة كاملة المسميات طبقة على اصحابها ما شاء الله احسن التسميات لكن الله يجيب الخدمة الله يجيب المعقول الله يجيب اذاك اللي يبني الدول مما وخالك اذاك اللي يبني المافيات موجود هذه كالبضاعة رائجة اذا مشاوه باسمه مشاوه بالمعسل دون تدوينه في محاضر رسمية ونقله الى مصلحة الحجوزات لدى المحكمة الابتدائية يعني لم يسجلوه في المحاضر ولم ينقله الى المحكمة الابتدائية وبعد عدانة المعتقلين ودينا المعتقلون وطوية الميلف حضر صاحب الكمية المحجوزة من المعسل القادم من موريتانيا أمام النيابة العامة بقليمي جاء هذاك اللي متهم بصاحب يعني صاحب المعسل ومشاو النيابة العامة قال لهم قال لهم اعطوني نشوفوا محضر المحجوز اللي خصوا وانه مستعد لتعشيره قال لهم انا مستعد نعشر هذا المعسل سيكتشف مفاجآة مفاجآة من مفاجآة الزريبة اللي ليست غريبة على الزريبة قال لهم انا بغيت نعشر هذا الشيء قدام الجمارك واستردد المحجوز ما دام انه ليس منتهي الصلاحية من زال ما زال صالح الاستعمال نخلص عنه الجمارك ونديه معايت نغك ان النيابة العامة النيابة العامة النيامة العامة النيامة من مين النيامة التي يعني قلبيني واعوا هاديستي واعوا ها المخابرة تقول اللي يشوف يا را عنا جبنالك حلمله شوفي قد طين للأمور على فلان فلان صفت هو هذا betrayal غ this on خوف فلان خوف لان خوف هذك ليس هزiture عنه فباريس ومنون خوف خوف شحال بغيته؟ أعطوه عام ونصف أعطوه عام ونصف هكا هكا هم بعد ترجع النيام العامة النيام العامة تنام إليني يوعى وغمري على الشي الحسين بوحلس والله فأطولي والله والله شي شخص آخر المهم هي الزريبة هي لا زريبة إذن هذا هذا الموريتاني جاء عند النيام العامة قال معطوني نشوف محاضر المحجوزات مش يشوف جبار ما جبار ما جبار المعسل مسجل فيه ما جبره في المحضر وأثناء عملية البحث قاموا تفكر شو شوي وقالوا عدلوا البحث قال لك أثناء عملية البحث تبين أن الضابط المشرف على البحث المدعو عبد الرحمن إيط براهيم هذا الدكتاتور هذا المجرم هذا هذا الذي مكانه السجن في الوقت اللي يرسل للناس ظلما وعدوانا للحبس هو مكانه الحبس هيا رأي لازريبا هيا رأي لازريبا هيا رأي لازريبا أحضرها ومكانه وحدين هيا وتعالى جابكم من أنا يلا مشي تلعب الذباب المخزر يمسيكين يقرب الدرون الدرون ثم دق الدرون ثم دق أكتبها وارفقت على الأقل أكتبها بطريقة سليم تساكن تساكن الجال قبح الله الجال إذن السقاع لأنه هو يعني من ينجاوي عملية البحث تبين أنه الضابط المشرف على البحث المدعوى أضرح ماري تبراهي لم يدلي بها يعني ما قدمها دابع 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 أحسن بوليس في العالم بارك الله يعني ما شاء الله الشريف حذخوه كان الله شرفة بارك الله والله ذبابة ذبابة مخزنية مشات المزبلة اكتشفوا أنه هذا عبد الرحمن أيتبراهيم مادة المحجوزات مادة المعصة للمحكمة وما كتبوه في المحضر وحتى إدارة الجمارك يعني حتى إدارة الجمارك في الطنطان المحتل يعني حتى إدارة الجمارك في الطنطان المحتل لم تتوصل بأي شيء داول مع السل يبيعوا البوليس ايه عبد الرحمن أيتبراهيم لم يتوصل ب يعني جمارك لم تتوصل بأي شيء وأي شعر في الموضوع لكن الجهات الأمنية تدخلت تكون هي جهات الأمنية ذوك الشمشامة ذوك الشمشامة ذوك الشمشامة اللي اليوم يحولوا اللايفات عندي أن يحولهم إلى تقارير مكتوبة ويرفعهم إلى السدة العالية بالله ياك سدة عندكم السدة العالية بالله سبحان الله ثم جديد السدة العالية بالله وكقد تتوصل بالتقارير والمفسدين والمجرمين والشمكارة والمجرمين والفسدة يعني تتوصل السد العالية بالله بهذه التقارير والمعلومات والمعطيات ولكن السد العالية نائمة حتى هي مع النيامة العامة الجميع نائم يعني يستيقظون فقط حينما يريدون أن يرزلوا الأحرار إلى السجون لما يبغوا يرزلوا أحرار للسجون تستفيق السد العالية بالله تدخلت جهات أمنية وهي الديستي وقامت بطي الملف كما يحدث دائما في الزريبة تحت تهديد ماذا تحت تهديد صاحبي المحجوز اللي هو الموريتاني إن أصر على مطالبته به أو تعمق في الموضوع قالوا لي يا الموريتاني والله إلا ما تجمع رأسك وأخر مرة جاء الطالب بالمعسل المعسل احنا بيعناه احنا باعه عبد الرحمن يا سلام على البوليس يا سلام ما شاء الله ما شاء الله على البوليس برافو برافو والله أنتم أحسن بوليس في العالم في أواخر 2019 دائما نحن معا مع التقرير عن إبراهيم ما يتلقيت في أواخر 2019 توصلت الشرطة القضائية بقليمي ببرقية من الضرائع في الدار البيضاء جاتوا معد برقية توفيد بتوقيف شخص مبحوث عنه من طرف هذه المصلحة مدان بستة أشهر سجنة نافذة هذا كان متابع باش؟ حفو بالشيكات لأنه بعد نفتح القوس هذا عط رحمان أيض إبراهيم هو رأى اليوم في مصلحة رأى في مصلحة الشيكات لكن معايح يموت للحشيش يعشق الحشيش يتمنى يتم في الحشيش يموت يموت على الحشيش فهو لا بد له أن يتدخل في عمل فرقات مكافحات لمخدرات هو راجل يبيع المعسل وعلى ما يبيع الحشيش أخير له الحشيش عن المعسل لا يجيب له الحشيش أكثر من اللي جابه له المعسل أنا اللي استغرب له هو قدر تقوم على أنكم يعني تبينوا سبحانه تبينوا تبينوا بأنكم نزهاء وشرفاء وقانونيين وانتم ما شاين نقول لكم انتم غارقين في المخالفات هذا ولي يعني يطرح عندي مليون تساول ونقول هذا الناس وما يحشمو وما تحشمو ما تحشمو وما شمع عندكم الدم في وجهكم ما تحشمو ما تحشمو ما عندكم شيء نقلوا الحشمة أنت تصراك تعتقل واحدة عنده المعسل وتشي تبيع المعسل تقبض واحدة عنده الحشيش وتبيع الحشيش من ثامن الغرائب سبحان الله المهم انه اعتقلوا شخص في الدار البيضة كان مبحث عنه من طرف قليمي جاءتهم البرقية قال لهم رامك قالوا المهم تعال انت رحمان ايت براين مشي جيبنا من جيبونا من الدار البيضة ومش هو تبار فرحان مشي مع صحابه مش عشي جيبوه من الدار البيضة ما لك تعني شوف الشي عادة من بعد مش معاها زميل المدعوم بارك ها باش تقول لك احنا انه يلا بغين نجيبوه مصارين كران يجيبوه مصارين اشتي لابغين نجيبوه مصارين كران نجيبوه مصارين ويلا بغين نجيبوه مصارين اي واحد فم نجيبوه هاذي خاسك تديروها ببالك الاعيون والله ما يقل تحدي اه يجمع عنك تقرير في 48 ساعة ما هو بالكذب ما انا ما نزوره كيفك انت ولا نكذبه لا لا نقول لك الحقيقة حتى الناس اللي يتابعونا يسمعوها نقطة بنقطة احنا بنفس نيلة ما اقتنعنا بيها ما نقدم نقدمها مرام صار انكم نجيبوه ولكن احنا ما نطالبوكم تخرقوا القانون انا ما نقولكم احترموا القانون اذا امشاه هو وصاحبه هذا المبارك امشاهوا للدار البيضاء تسلموا الشخص جابوه لقليمين بيينوا بانهم تعاطفين معاه انهم من الذئاب الذئاب بشرية الذئاب يعني ما عندهم لا اصل لا شرف لا كرم مقابل ما يمكن يبيع راسه يبيع امه يبيع زوجته يبيع ولاته يبيع اي شيء يبيع قرامتوه خلاص قرامتوه باعه من النهار اللول المهم ظهروا على انهم تعاطفين معاه ومنين تم يعني جابوه منين قروا على انهم يدعوه في السجن المحلي ببوزكار اللي فيه الخليوم بحكم انه مدان بستة اشهر غيابية وبحكم انه كسب ثقتهم هذا الشخص كان يعني نية مسكين وثيقة في هؤلاء الذئاب هؤلاء المجرمين هؤلاء فسادة هذو الذين يسيئون لمهنة شريفة إن قالها مهنة البوليس البوليس راه مهنة شريفة راه مهنة شريفة راه وجدت لتأمين حياة الناس وامن الناس إلا عندكم وجدت لتكوي القار يعني تكوي الناس بالقار وتكتلهم وتخبطهم وتصفعهم فعلا هذا الشيء عندكم عادي جدا لكن في الزريبة في العالم في الدول الديمقراطية البوليس راه مهنة شريفة مقننة ملاها يخالف القننة يمشي للحبس يخالف القانون يمشي للحبس أما أنتم تمارا يدون منكم يدون منكم تصعيف المئة يدخلوه من الحبس تصعيف المئة يدخلوه من الحبس هذا مسكين هذا الشخص اللي تم توقفه في مدينة الدارة في ضوم شيء داود رحمان إليت برايم يجيبه هو مبارك تطاق فيهم تكذبوا عليه داو أخو قال مسكين قال لهم شوفوا قال لهم هكو بطاقتي البنكية أعطاهم بطاقة البنكية وعطاهم الكود وقال لهم الله يطولها منكم دولا كارت الوالتي راني عندي في الكونت 20 ألف درهم اللي هي مليونين سنتيم اللي هي ألف تقريبا ما يعادل ألفين أورو قال لهم دي هاي الكارت دولا الكود الدول والتي باش تمشي تم جيب لي شينا وكلون شربوا في الحبس من هاي 20 ألف درهم اللي في القونت أش عدل هذا طرح مان أيت إبراهيم عدل لذلك شي لعدل في المعسل هاذا راي قصة متسطر عليها هذه راهوة بنفسه ليطرح السؤال يقول منين جيبناها وانا قلت لك راني بغي نجيبه المصارينك نجيبه إلا بغيت ما نجيبه لك أكثر من المصارينك نجيبه لك أكثر من المصارينك هاذا القصة أصلا ما عارفها حد وحنا قد نجيبه مصارين مصارينك ومصارين ذوك اللي مخدمينك ومصارين ذوك اللي فوق فوق ذوك اللي مخدمينك ولكن يجبو لك الحقيقة الده الكارت هو صاحبه وقاسه البنك ولها في مليون سنتيم اللي كانت في كونت شخص أشتسمى هذي يا عبد الرحمن يتب رأيب قول لي يا رشا شو تسمى في القانون قولها لي الله يطول أنا من يعرف القانون أنا من يقاري القانون لكتا تكلي لكتا راجل القانون قول لي ماذا تسمى هذي شني شو يسميها وذك اللي سبقتها مولين من العسل شو تسميها شو تسميها شو تسميها النيابة العامة النيابة العامة استيقظة 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 يا النيابة العامة استيقظة معنا شوي يسمع معنا هذا الشي ما تسمى سرقة المعسل؟ ما تسمى شخص آخر موجود في الحعب السويتيري فضى منه رادارو؟ ما تسمى نيام العم؟ ما تسمى؟ ما نعرفه عاصمة؟ قول الله هذا ما يفتنفق العم القانون لا نفذ القانون وغير على فلان وفلان وفلان لأنه أخو فلان هذا كتنفذ عليه القانون ياك قانون الكذب ما والله أنا أرى لا نضعكوا حقيقة الشيء نعم أنا لا زريبة لكن المهم على الأقل تضحكوا في هذا الواقع اللي هو واقع مر مر هو واقع ولكن مر شيء عدل هذا هو الواقع بوليسي ميشي للدربيضة يجيب واحد وهو صاحبه يلاحقوه القليميم مسكن هادا كتاق فيهم في الطريق يمكن جاوا مجمعين وكذا وكذا قال لهم شوفوا كولا كارت قيش يدوها المميم وكذا كول قود القود خليها يعني تم مرة مرة تجيب لي القفة مسكينة اوا مشاو مالقونت خواوا ها ها دي جدا أما واش يسرق المعسل ما يسرق هذا الشي واش يزور المحاطر ما يسرق هذا الشي ما رحب السؤول للجديرية واش يصل الناس يظنوا من وعدوا أن الحبس ما يسرق هذا الشي هم يمشوا وصرقوا هذا الشي بعد انتهائي منها قام بتسليم والدتين من ينكملوا الصرقة هم بعد المهم أمينين أنا نشهد بأنهم أمناء إنهم علاقوا من ينكملوا الصرقة الدول كارتقي الشي والقود لوالدة هذا الشخص شفتوا الأمانة هذا رأي قمة الأمانة هذا رأي في عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الشي لك جدية وما تجدية الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله على الأقل شوف كانوا أمناء والدولة لكارنة لوالدة الشخص المهم بعد انتهائي من قاموا بتسليم بالوالدة البطاقة البنكية والقن السري وبعد اتصالها بابنها طلقت تصال ابنها بها ليطلب منها أن تسحب مبلغ معين وتبعثها لو عبر وكالة البريد المغرب لأنه سجين يستفيد من المكالمات الهاتفية مرة في الأسبوع من يمشأت والدته إلى الوكالة البنكية لم تجد برصيدها أي شيء وردت على ولده وتفاجأ باختفاء الرصيد واعتقدنا الأمر مرتبط بسؤل استعمال وعدم فهم وريدتي لكيفية استعمال البطاقة ظن مسكين على أنه موما تعرف تستعمل يعني البطاقة ليقوم باستفسار إدارة الوكالة ليأكدت له أنه كان به مبلغ عشرين في درهم ليهم مليونين لكنها سحبت وفي وقت بعد اعتقاله بالدار البيضاء أنه في الوقت اللي كان هو في الحبس سحبت هذه الأموال الأم أشعرت ابنها بالواقعة فنفذ إضرابها عن الطعام كيفخويا اليوم يعني المضرب عن الطعام نفذ حتى هو إضراب عن الطعام وش أنت هم هذه الزريبة هذه هي الزريبة اللي للبلاب هو هذه الزريبة اللي ما فيها قانون حتى الناس تعدل إضراب عن طعام يأكديوها حقا يا زريبة يا زريبة يا زريبة السادس يا زريبة المن عرف اللي بهايل يا زريب تلاقانون انتم مينين الناس تحدد على الاضراب واحد مساكين واكلين عليه عسرين لفدلاء ماذا عبد الرحمن هيت براهيم واكل عليه عسرين لفدلاء هيت براهيم واكل عليه عسرين لفدلاء هيت براهيم عدى الاضراب عن الطعام وجه يتقدم شكاية الوكيل الملك يستفصل عن الجهة اللي صحبة الرصيد البنكي بعد اعتقاله وحينها تسرب الخبر لضابط الشرطة الذي كان يتابع الموضوع عن بعد تعالوا تسمعوا مليون وتدخل عبر ماجا باش يتدخل باش يتدخل حل هاي المشكلة تعالوا باش يكونوا سطعوا داخل السجن تدخل عبر مروجين مخذرات او اصحابه اي اصحابه اصحاب الذين يتواجدون بالسجن وحثهم لإقناعه باش يقنعوا هذا الشخص بعدم تقديم اي شكاية في الموضوع وانه سيتكلف باعادة المبلغ إلى والدتي بشكل مجزة وانه اصر على شكايته اصر على ان شكايته لن تفيده بشيء وانه سيتم ويرجعه للسجن بالعقوبة اطول بعد قادة ستة اشهر من حكوميته تعرفوا هذا المجرم هذا عبد الرحمن يتبراهيم منين كشفت قادته فاتت قادة المعسل دال معسل وباعه ودخلت الديستي وطواه هذا كشير السلام عليكم الموريتاني هدوه ومشات قالوا المغاربة مشات على عينه وضبابة هذا عبد الرحمن يتبراهيم مرة اخرى مع هذا الشخص مش هتكلم مع الوساطة وبزنازة المخذرات اللي موجودين في الحبس في بوزكر وقالهم لا يتضغطوا على الشخص وسط الحبس الزريبة والله إلا الزريبة والله إلا فاتت الزريبة تصوروا ذلك البوليسي ماشي تأثيره فقط هو خارج السجن لا هو حتى داخل السجن حتى داخل السجن يوكل لك فضتك يسرق لك فضتك ومنين تنفضح قاديته يترفن على البزنازة في الحبس وقونه ما تضغطوا على الشخص اللي موجود في الحبس طماركم فاتتوا الزريبة انتم طماركم فاتتوا الزريبة بله فإن كانوا شمنوا هذا شمن قانون عندكم انتم أي قانون هذا اللي تتكلموا بي كيف واحد يسمح النفسه بوليسي يتصل بالبزنازة في الحبس قلوا لي غير فقط كيفاش يتصل بالبزنازة في الحبس قلوا النيامة العامة النيامة بالميم النيامة العامة يكن سمعيني يكن يحروا لك ولي هذا التقرير وعطوه لك وتقرأيه وكذا قل لي أن يام العامة إلا سمعت بأنه البوليسي الفلاني كان يتواصل مع الشيشية وسط الحبس قل لي أن الله يطول أمرك شيء يتعدلي معه قل باكل العام الوكيد العام يالوكيد العام اللي كان في قليمي يالوكيد العام اللي في في قليمي قل لي الله يطول أمرك كيفاش يتعامل مع هذا الموضوع معاهل المعطيات قالوا يمدغطوا على هذا الشخص وقالوا يشوف يا إما تقبل بأن أنت مردو لك هايك الفلوس شوي بشوي وإلا رأنا لنرجعوك بالحبس رأنا كتمرك من الحبس رأنا رجعوك بالحبس لأنهما عندهم الحبس وهم اللي يرسلوا الناس للحبس كيف ما يرسلوا أخوي أصغر للحبس يبقى يرسلوا أي واحد للحبس قالوا إحنا رأنا قادتين الساعة اللي تكمل هايك 6 شهر بالحبس وتمرك من الحبس وأنا أردوك للحبس هنعدلوا لك كيف هذا الملف قضية حسين أبو حلس حتى هو أردوك للحبس وقالوا أنا أنا محمول من طرف المخزن ما يو علاش الله أنت رأك ولل مخزن ها 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 هلأ احنا شاكين فيه مش أنت ولل مخزن مش أنت ولل مخزن انت عزك الله انت هاو هاو المخزن فقط النهار اللي يكملوا منك يليحوك بحال ما يكملوا من هذاك وكتلوه فقط انت تصعب رأسك المخزن لا يخدموا بيك والنهار اللي يتكمل منه يكملوا منك يليحوك في الحبس والله يتهنه منك هذا يكون متأكد منها ورشحها محدد كم من حد توقعنا له ذاك اللي توقعنا له روجه ها يدينها في بالك وانا كنت من المخزن شم خمين المخزن ولا يخشى أي شيء فقرر السجين مسكين سحب الشيكاياتي ووقف إضراب عواني الطعام تحت التهديد والواعد وهذا الشيء اللي يعدله دايما او تعالوا تسمعوا هذه ان هي ستكون مسك ختام هذا التقرير كالك يسدي بي انه هذا الضابط براهيم عبد الرحمن براهيم او سمعوا سمعوا هذه هذه غريبة مولي يفوضوا في حي تيرت في قليمهم المحتل لأحد مروجي المخذرات هذا عبد الرحمن اي تبراهيم يقدم هدية حي تيرت حي تيرت يقدم هدية لأحد مروجي المخذرات يكريه له بالصحة العبارة او بصحة العبارة يكريه له بكم مليون ونصف الشهر قد سمعتوا لبولي سيكر الحي النيام العامة النيام العامة النيام العامة بالمين سمعت هذا الشيء حي تيرت ينكر من طرف عبد الرحمن اي تبراهيم ينكر المراوجي المخذرات بخمسة عصر الف درهم في اسمه وفي الشهر اه يكري يكري اه يكري وطرابلو لا تقولوا لي ملي ما جبنا لأخبار لا تقولوا لي احنا منا عالمين لا تقولوا لي الديستي مية عالمة تقولوا لي اليرجي مية عالمة تقولوا لي السمالة حمرة مية عالمة يكري حي حي تيرت يكريه لواحد من المراوجين بخمسة عصر الف درهم اللي هي مليون ونصف الشهر شهرية فضلا عن تعويضه عن كل شخص سقط في شراك ترويج مخدرات بكمية كبيرة. كيف ذلك؟ يكري الحي ولكن رغب ذلك لطح في الشبكة عنده هو لانه هو كيف قلت له محاشرة صوف موضوع الحشيش طبعا عنده في مداخل مهمة عنده مداخل في الحشيش عنده مداخل في معسل. شادل بالشيكات شادل بالشيكات. هي خير فيه يتم في الحشيش ويتم مع اصحاب الحشيش. يمشي الشيكات. شلي شلي يربح من الشيكات. لا لا عنده مصرحة الشيكات وقرر رأسه. هذا اول مرة من ينسمع عنه بوليس يقرر رأسه ويمشي للمصلحة اللي يبغى. لأن هناك التواطع والنيمة العامة والتواطع والتواطع ولا ما تعرفين التواطع يعني أي شخص طاح في الشبكة يتفاوض معه حيث يقوم بمفاوضة السجين اللي الموجود في حراس النظرية يتفاوض معه ويطالبه أن يتعون معه يتعون معه يقول له أنا نتعاون معك أنا نعاونك أنا لقالك شي حال لأنه قلت لكم بذلك النهار بأنه في الزريبة الناس اللي قارين القانون والله ينفذوا القانون لأش قارين القانون هم قارين القانون يتموا يبحثوا كيف يعني كيف يخرجونك من الورطة إلا كنت في شي ورطة إلا دورت معهم وتعاونت معهم هم يبحثوا لك كيف يخرجونك من الورطة ولكن إلا كنت عادو هم يبحثوا لك كيف يفطح أنت في الورطة يعني إلا كنت خوف لان راحنا لاهن نرسلك لحبس إلا كنت خوف لان إحنا لاهن نرسلك لحبس بأي طريقة نظوره لك المحضر نتاهمك بشي ما كذا نتاهمك بشي تهمة مية خالقة واللي مهم نرسلك لحبس إلا كنت منذ ولد فلان ولا ولد فلان ولا موصع لك فلان والله عرفت كيف أشتعطيه والله عرفت كيف أتطور ختعد أنت مروج وتعد بيع وشري ولا خالق عشي ما تعدله ولكن إحنا إحنا نبحثوا لك على الطريقة كيف إذن لما يقبضوا شخص ويحجزوا عنده كمية من المخذرات يقولوا لأننا نخفضوا لك الكمية المحجوزة ونسجلوا لك كمية أقل يقولوا لك في المحضر للحمد لله لما يكيف المعسل كيف قضية المعسل المعسل طار العسل المعسل المباع المعسل المباع أما هذا بعد الأقل يقول له نحن نخلوا لك شي في المحضر لأنهم متابعين بالنيابة العامة النيامة حتى يتابعهم تسجيل كمية أقل لكي يخفوا عنك العقوبة في الحبس ولكن الكمية الثانية اللي محجوزة قبضوا مثلا 5 كيلو مثلا قبضوا 5 كيلو يقولوا شوف نحن الذين ندكراروا لك 500 كرام ونحن ذك 450 4 كيلو و500 كرام نحن الذين ندوها نبيعها براء نعم نعم البوليس يبيع الحشيش براء هذا عبد الرحمن أي تبراهيم هو يبيع الحشيش براء الحشيش اللي يقبض يقبض منه نصيب يبيعه براء هي كم قدد قليمي قليمي مرأي صغيرة قدد بشي فيها أربع ساعة نحن نصدرها كاملة نرى احنا مصارينك ننطرو مصارينك ننطرو مصارين مصارينك ننطرو إذن ذك الكيمية التي لا تدون في المحضر يفوتها لمن؟ يفوتها لتاجر المفوض يعطيها لتاجر وهذا كالتاجر يشتريها من عنده ليدفع لهم مقابلها نقدا ثم يقوم التاجر بإعادة طرويجها مفهومة هذا يعطيها جمال مفهومة يعطيها لا تحتاج إلى النيامة العامة النيامة العامة لا تحتاج إلى شيء شرح ولا شيء إذا أردت أن نصرحها أموريا نصرحها لك غداء مولي في لايف حتى إذا أردتوا لايف في غداء نصرح لكم هذا الشيء صرح لكم بشار قد تصبرت بوريسيا يقبض واحد لبزناز يقبض عنده كيلو يقول له نحن نرى لكم 200 قرام و 800 ما يبيعوها لواحد التاجر الثاني وهذا كالتاجر يبيعها هي وراء الشيء اللي يحدث عنده هذا أبو أبد الرحمن أبو أبد الرحمن أبو أبد الرحمن الشيار اللي قد دينا اللي بغينا نبحثوه عنه في هذا الظرف الوجيز تعرفوه تقريبا لآن حوالي 48 ساعة هم نحن نريد أن نجيبه مصارين مصارينك ومصارين ها وكل كاين في قليمهم هذوك اللي يتعدوا على الناس ويرسلوا الناس للحابس والقضات هذوك القضات هذوك القضات هذوك القضات بغذي مناسبة باش نقول هذوك هذوك القاضي اللي في المحكمة من ينقلنا لكم حنا ذيك الساعة بي النوب اللفقي كان يجيكم الساعة اللي تعودوا واحد منكم مسافر للخارج قايصة فرنسا بالخصوص القضاعت قضاعت صاحب الدجاجة ماشيين لفرنسا أخصكم الأورو ويجيكم عراب الفساد في ساعة اللفقي يجيب لكم مثل تعصر الفورو ثنع عصر الفورو عصر لا فورو فون فلوب وتدوها معكم ويجيبكم باش تجرول في الفرنسا وون شتري شتري لي بارفان وتشتري وتتمتع مع راسك ذي معلومة خاطئة ذي معلومة خاطئة والله معلومة حقيقية والله معلومة مضبوطة معلومة حقيقية يقول لي فقط عليها يعطيكم انتم بالفقية ساعة ثلثة عصر الفورو ومنين جاب بالفقية ثلثة عصر الفورو يعطيها لكل واحد بالله عليكم انا نسولكم مناش لي يعطيك انت عبدوها وعليش لي يعطيك انت ثلاثة عرفورو على بالله عليكم برر لي انت قاضي عندك مانتك تخلص خدام خدام فوحد خدمة اللي هي مهمة جدا اللي هي العدل والقضاء ويجي فاسط بس ناس كانت رعب الناس ما يخلى شي مكالو وعند ملاه رقم كاملين يتتبعوه يكونوا مؤكدين منها والله خاتم الشئ لفرنسا والله تتبعوه 13 عرفورو والله اللي بغيت يتعدل يتعدل اللي يتتبعوه وتابعكم الحساب واحد واحد وانا بذلك نترح لكم السؤال كيفاش هذا الشخص يجيب لك 13 عرفورو ومني يجاب لك هاي 13 عرفورو ولماذا يجاب لك انت 13 عرفورو وعليه انت تقبع 13 عرفورو باش تسافر لفرنسا ما تقدر تجاوبو فقط أذكركم انه هذا كان تقرير على ضابط شرطة وحشان يكون ضابط شرطة اللي نقال له عبد الرحمن يشتغل في المنطقة الإقليمية الإقليمية من المحتل مصلحة الشيكات ولكن هو هو يمشي يخدم ويقرر ولي قرر فاش يمشي شمال مصلحة يخدم يخدم في مصلحة الحشيش وخا هو يخدم في مصلحة الشيكات هو المسؤول عن فبركات المحضر اللي تم إرسال به أخويا الأصغر للحبس وهنا ما جيتنا باش نعد الفيديو لأنه أخويا أخويا روالي يفوت 18 شهر ويمرك كي الناس ليفوتوا 16 سنة وغادروا الحبس نشاء هؤلاء ما نعود وانا ما ولي أعود أخويا أهم من كل هؤلاء الذين ضحوا من أجلها القضية لكن فقط الظلم ما يقبلوا حد الظلم ما يقبلوا حد أنا مواقفي وقراراتي ومبادئة خصني وحدي خصني وحدي ولا يمكن أن نقبل علنكم تحاسبوا حد ثاني لأنني أنا عندي مواقف معينة ما نقبلها منكم ما نقبلها منكم ولو كان جاهد التقليق قبل ذلك والله إذن نقدم وخطط الصوصة راح وغداء أنا نقولها لكم وخطط الصوصة راح وغداء أرى أن ننتر مصارين مصارينكم ننتر مصارين مصارينكم والحقيقة فقط ونشكروا مصادرنا جزاهم الله وخيرا وندعوكم كذلك أنتم كذلك نتشكرهم لأننا حقيقة نبذروا مجهود جزاهم الله وخيرا وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر